تحرص شؤون الجمارك بمشاركة دول العالمين وذلك من خلال الاحتفال بيوم الجمارك العالمي والذي يصادف السادس والعشرين من يناير من كل عام وفي هذا الإطار تنفذ شؤون الجمارك خطة تطويرية تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة في حماية الحدود وتطوير القدرات الجمركية وتأسير حركة السفر والتجارة وحماية المجتمع واستحداث الأساليب الرقابية وتقديم التسهيلات الجمركية والخدمات النوعية للمتعاملين وتسريع وطيرة العمل الجمركي وإحداث التطوير اللازم في دورة العمل بما يغاكب المسجدات العالمية ويسهم في تحقيق التمييز إن شؤون الجمارك تؤمن بالكادر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية في العمل الجمركي حيث أنها تعمل على الاستثمار في العنصر البشري وهو ما تم من خلال إطلاق ملتقى فكر التدريبي الأول رعاية الجيل القادم من خلال تعزيز ثقافة المعرفة والفخر المهني للجمارك وتأتي هذه النقلة النوعية في العمل الجمركي في إطار استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2021-2024 ما تتضمنه من أهداف استراتيجية تتمثل في مواءمة الخطط لبرامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وسياسات منظمة الجمارك العالمية بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون البناء والمستمر بين الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر